السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وصفات وتدابير اقتصادية اليوم جبت لكم حلوة اقتصادية وراقية روح المكونات عندي 250 غرام زبدة عندي عبرتع فارينا عبرتع 6 حبات فرماج باكي خاميرة كيميائية 2 ملاعق فلان وعندي كاستع سيكري غلاس وعندي مايزينا زيت عبرتع زيت اول حاجة نبدو بيها نقولوا بسم الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ندير 150 غرام زبدة نصف كاس هدك تعزيد 2 ملاعق تع فلان مع قرصة الملح ما تنسو ليش الملح الفلان درت بالدوق تعال الشوكولات تقدري تغيري الدوق تعالك اي دوق تفضليه انت يا ديري هنا يا درت 6 حبات تعال فرماج هكا باش تجيني الشيشة وخفيفة تقدري تديري ربعة كما راكم تلاحظوا هادي هي هاديك الغرفية اللي راني نعبر بيها تعبر لي الكاس تع ام والد اللي يرفد 140 غرام هو اللي راني نخدم به نفس العبر العبر اللي تبدي به كملي به المقادير هادي هي هادي هي هنا بعد اللي درت نصف كاس تع زيت 250 غرام تاع زبدة كاس تاع سيكري غلاس 2 ملاعق تاع فلان بذوق الشوكولات 6 حبات تاع فرماج والقرصة الملح والنصف كاس تاع الزيت ونبدأ نخلط كما راكم تشوفوا نخلط بالباتير هاكا كل ليش حتى هاديك السكر يدوب عاد نشعل الباتير تاعي علش نخدموها بالباتير خد شرح فيها الفلون الفلون راكم عارفين السكر تاعها حرش وتاني باش تضاعف لنا هاديك الزبدة ونتحصلوا على كريمة تكون مضاحفة ويكون القوام والخفة في القاتو تاعنا القاتو تاعنا يجينا هشيش ويجينا خفيف كي نخدمو بالباتير العجينة تاعنا تجينا مهوية وتجينا خفيفة حتى المقادير تضاعف لنا وتقطع لنا كمية كبيرة في الحلوية شوفوا هنا كيفاش خرجت هنا يلا بغيت تديري عطر الشوكولة عطر الكرامل عطر البندق أي عطر تفضليه اديريه هنا غادي نضيف عبرتع مايزينا وغادي نضيف وحدة خميرة كيميائية وغادي نضيف الفارينة هادي المقادير الفارينة والمايزينا راهمهم بغربلين هاكيتة خميرة كيميائية فيها عشرة كرامات وهنا نبدأ ندخل في هاديك المقادير غير كما هاكا بالملعقة على اللوح ولا بيدك ولا عادي ما تستعمليش الباتير في هادا المرحلة كما هاكا هاكا ومبعدها نضيف الفارينة لازم نتحصلوا على عجينة تكون طارية هاكا ما تزيدي لهاش الفارينة باش تجيل حلوة تاعك اهشيشة وخفيفة بعد اللي دخلت المايزينا نبدأ نضيف الفارينة غيب التدريج نضيف شوية ونكمل حتى نتحصلوا على عجينة تكون طارية تشوفوا لقوق نخدمها بيدي توجو نخدمه باليدي تاعنا باش نعرفو القوام بتاع العجينة تاعنا اسكون خصها الفارينة ما خصاش الفارينة هاكا أحسن كما راكوا تلاحظون نبدأ ندخل في الفارينة غيب شوية حتى نتحصل عليها هاديك العجينة اللي راني نحوس عليها دوكوا تشوفوها معايا القوام بتاع العجينة بعد اللي نكمل قاعد ندخل هنا دوكوا نشوفوا العجينة تاعنا كيفش قوام متاحا هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها شوفوا حتى اللون التاحة شوفوا كيف تجا كيما كأنك يضيف لها الكراميل وانا اضفت فيها اثنين ملاعق بذوق الشوكولة شوفوا شوفوا كيف تجا تجابة هنا نبدأ نشكل في الحلوة التاعي هاد الحلوة بدون طابع بدون بايد ونكشف المول بدون المول كيما راكم تلاحظوا نشكله حربوش لا بغيت تديري بلاستيك ولا تخدمي تجيك الخدمة سهلة تديري بلاستيك الخدمة التاعك تجي سهلة احسن كيما راكم تشوفوا هاكا هنا نشكلوا مقروضات هاكا نشكلوها بودا كيما راكم تلاحظوا وندق نجيب الخدمة والاستكين ونبدأ نقطع به هاكا كيما راكم تلاحظوا ندير باش يجينا الشكل الشباب ونعرف في العبار التاعي نقطع ندير هاكا اصابع زوش لها الاصابع ونقطع تقدري تقدري تقطعيها لشكل متلت ولا ديريها سيقارات ولا بسحد الحلوة كيما نقولو احنا يا زمان كانوا يقطعوها بهذا الطريقة يدروها مقايريطات كيما هاكا كيما مقايريط اللوز هاكا هادا الشكل التاحا شوفوا كيفا شجي شامفا هاكا تقدري تاني تنكيها ديري لها تحمس نوات كوكو وديري في وسط العجينة تاني تجي شابا تجي بنينة اهنا يا بعد اللي شكلتها كيما راكم تشوفو نشعل الفرن على 180 درجة ونديرو الحلوة طيب ونعاودو نشوفو التزيين تاحا كيفاش غادي نزيينوها شوفو كيما هاكا بلا ورقة طهي لا وارو غير هاكا ونطيبوها ما تلسقنا ما وارو اهنا نروحو لطريقة التزيين كيفاش نزيينوها اهنا عندي مربة كنت خففته بالمازهر وعندي القوفريت بذوق الشوكولة هذا المربة القوفريت بذوق الشوكولة كنت صغير بيدي فت التهمليح مليح هاكا كيما راكم تشوفو وكنت عندي الكونفوتير هادا المربة المشمش خففته قدرتها خفيف بالمازهر وهنا نبدأ نخدم تقدري تاني تديري لها العسل وتديريها في الكوكاو تقدري تاني تديري لها الكونفوتير وتديريها ترمديها في نواة كوكو زعمل اختيار لكي حسب اللي عندك خدمتها كيما هاكا بالكونفوتير والكوكاو والقوفريت واحد البنه ما شاء الله جات بنينة 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 تقدري حتى تخرجي بيها تروحي بيها ضيفة والله ما تحشمك خدميها في هادا في هاكا في العيد الأعياد تخدميها في الأعياد هاكا المناسبات القهوة على العصر تخرجي بيها كيما قلت لكم تاني ما شاء الله بنينة 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 وحد الدوق روعة هاكا نكمل قاع الحبات اللي عندي هاكا نديرو لها المربا اللي زدنا لها شوية تعمى زهر ورمدوها في القوفريت كيما قلت لك ترمديها في المربا ونواة كوكو تقدري ترمديها في العسل والكوكو تقدري ترمديها كذلك المربا والكوكو واذا عمل اختيار عندك احنا درناها حلوة راقية واقتصادية هاكا باش تجينا شابة اهنا نروح لصحنة تقديم هادي هي الحلوة تاعنا بعض اللي درنا لها لكيسات ووجدناها شوفوا الشكل التاحة جراقي وبنين دق نحلى معاكم حبة تشوفوها تتفتت غير وحدها شوفو كيفاش دايرة ما شاء الله حلوة بنينة هادي هي كانت معاكم وصفات وتدبير اقتصادية ما تنسونيش اللايك الشباب والتعليق المحفز ونقولكم نتلاقوا ان شاء الله في الفيديو جديد ولا حبيتوا اي وصفة خلوا لي في التعليقات واندرها مع اخواتتي مع السلامة دمتم في رعاية الله وحبته